مشاهدين ساعة الوقت تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معدينة فضل يدين شكرا لك من أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ وذلك للقيام بزيارة لدولة جمهورية الصين الشعبية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية حيث سستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة وأضاف متحدث الرئاسة أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية بحل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية ومن المقرر أن يلتقي رئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة حيث ستتم مناقشة تفرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز أليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاتثمار الأجنبي المباشر وستضمن الزيارة أيضا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم الثلاثين من مايو بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها ترجمة نانسي قنقر اوضح مصدر الأمني أنه تم تشكيل لجان تحقيق الوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي برفح لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا وأكد المصدر الأمني أن مصر حضرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور صلاح الدين في لدلفيا كما حضرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق نيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيم عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران وأشدد المصدر على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور صلاح الدين ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود ولكن على مسارات تضفق المساعدات الإنسانية أدانة مصر بأشد العبارات قصف قوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينة والذي أصفر عن سقوط المئات من القتل والمصابين واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحدث المأساوي يعد إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والضمار في قطاع غزة لجعله غير قابل الحياة وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية قوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ تدابير صادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعملات العسكرية وإيئة إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية كما جددت مصر مطالباتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية دعا وزير الخارجية سامح شكر إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة وضرورة تحمل إسرائيل المسئولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وأكد شكر خلال كلمته أن إسرائيل مستمر منذ بدء الأزمة في الإمعاني في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وإحكم الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدينة رفح الفلسطينية هذا وأدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جتارش العضوان الإسرائيلية وقال أن الهجوم قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت وأضف أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب وضع حد لهذه الفضاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قدرة مستشفيات رفح الفلسطينية انخفضت بشكل كبير داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعربت المنظمة عن قلقها العميق إذا استمرار الأعمال العدائية والهجمات غير المبررة على النازحين الفلسطينيين وكانت المنظمة قد حذرت في وقت سابق من أي عملية عسكرية إسرائيلية وساعة نطاق في رفح الفلسطينية وأنها قد تؤدي إلى حمام دم وأتقضي نهائيا على نظام الصحي في قطاع غزة ختم مجدء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر